وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر دكتور جمال أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب اليوم بيوافق الذكرى 63 للبث الأول للتلفزيون المصري أو ماس بيرو بكل ما فيه من قيم ومبادئ مهنية كبيرة يعني بداية ماذا تريد أن تقول في هذه المناسبة وفي هذا اليوم الخاص للتلفزيون المصري أهلا بكيك يا صدري أهلا بكل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وكل الألميين المصريين فيه ونجاح وتفوق وتقلق يعني دي طبعا مناسبة عزيزة جدا الحقيقة أن التلفزيون المصري استطاع أن يكون بداكرة أمة يعني هو صور الصوت والصورة كل الأحداث التاريخية الكبيرة كل الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والرياضية يعني كل الأحداث على كل المستويات يعني التلفزيون المصري هو جبرتي هذا العطل نعم جبرتي بصوته صورة صحيح يعني فيه توثيق رائع جدا وأنا متصور أن المكتبة ماسبيرو هي يعني رأس مال قوي جدا ولا يقدر بحولك بمليارات الدولارات نعم دكتور جمال بالتأكيد مع التطور اللي بنشهده بشكل كبير جدا وبشكل خاص طبعا في التكنولوجيا ما هو المطلوب من التلفزيون المصري لكي يواكب كل ما يعني يتم من تكنولوجيا بشكل خاص في المجال الإعلامي رقمنا يعني الحل هو الرقمنا الدخول إلى عصر رقمنا بقوة لأنه العالم كله النهاردة حتى الصراعات بين أمريكا والصين على طيوان لأن طيوان بتصنع الرقائق الإلكترونية اللي هي بتسهل كل حياتنا على مستوى التكنولوجيا سواء في الإعلام أو في الطب أو في الأجهزة أو في كل المجالات فباقتصر شديد إحنا محتاجين يعني نهضة تكنولوجية في مجال ثورة رقمية وتحديث للبنية الأساسية في مستيرو الهندسية وتكنولوجية وفي نفس الوقت مواكبة من الكوادر الإعلامية ودي فرصة نحن نقول إنهم مستيرو يعني يجب أو يستحق أن يدعم دعما كبيرا في إطار إنه يطلع أجيال إنه معظم الأجيال اللي موجودين في كل محطات الإزاعة والتلفزيون العربية وحتى الصحابة خرجين ما سبيرو فدي فرصة إنه نعمل نوع من التحديث على المستوى التكنولوجي وفي نفس الوقت على مستوى الصناعة المنافس والذي يقدم قيمة تترجم القوة أو وزن القوة النائمة سواء في المكان العربية أو على مستوى العالم نعم يعني آخر سؤال لحضرتك دكتور جمال الشاعر يعني حضرتك تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهي الكفاءة البشرية أو الكوادر البشرية إزاي ممكن أنه يتم تطوير هذه الكفاءات البشرية بشكل كبير وخاصة في هذا المبنى العظيم وهو مبنى التلفزيون المصري لكي يستطيع أن هو يساير هذا التقدم التكنولوجي وهذا التطور في هذا القطاع المهم جدا وهو قطاع الإعلام يجب أن يبنى أي اختيار في مجال الإعلام على الموئبة والقدرة على الإداع والابتكار والتأثير الإعلام تأثير فحصل الاختيار في البداية للتوادر الإعلامية نمرة أثنين أنها تؤهل على مستويين على مستوى اللغة العربية السهلة البسيطة التادرة على التواصل مع الناس نمرة أثنين التكنولوجيا أن يكون عنده معارفة بالتكنولوجيا يعني مش هينفع أبدا يعني أي إعلام في الفترة القادمة يكون عنده أمية تكنولوجية أو أمية رقمية مستحيل فلازم يكمل الجانب ده لأنه هو المستقبل ونستخدم حتى في تعبيراتنا في الإعلام يقولك الفيل موجود في القوضة ونحن نشايفين إيه هو الفيل؟ اللي هو الإعلام الرقمي اللي هو لو تحرك يمين شمال بيكسر الدنيا فلازم نستوع بالإعلام الرقمي الإعلام الرقمي يبقى جزء من محبيره مش العكس مش يبقى رد فعل لمسكيره ومش رد فعل للسوشيال ميديا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الإعلام الكبير دكتور جمال الشاعر كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وكل إعلاميين مصر دايما بخير